للأسف الإنسان اللي كان بيكلمكه من شوية وبيطالب النظام إنه هو من تبقى له بقية من عقله مش عارف إيه معلش إنسان طيب بيحاول إنه هو يخاطب العقل والكلام ده لكن الإنسان اللي واقفه قدام حضرتكه دلوقتي إنسان واقعي هيكلمكه عن الواقع المؤسف اللي مصر بتعيشه مصر يا جماعة مش مجغولة بسندوق النقد ولا مجغولة بمجموعة الأزمة ولا مجغولة بالخليج ولا بأمريكا ولا بإنها أكبر وأصغر من أن تفشل مصر مجغولة بالتراث مصر بتخوض معركة لا نعلم عنها شيء ولا يعلم أحد عنها شيء النظام المصري بيحاكم منصة نيتفليكس تكبير إيه الحلاوة دي يعني لازم يعني لوقتي نجيب ناس تسقف في الاستوديو النظام المصري بيحارب نيتفليكس يا أخواننا ليه عشان بيشوهوا صورتنا بيقول إن كولوباترا كانت صمرة تعالوا نشوف الخبر وتفاصيل القضية هي دي المعارك المهمة هو دا الحاجة اللي هنحمي بيها الاقتصاد بتاعنا بلا حبله رفيع بلا حبلة خين يا راجل بلا نوع اقتصادية بلا سياسية روحوا انتوا خليكوا في الاقتصاد وفي الفقر وفي كلام الفارغ بتاعكم دا وتعالوا بقى نشوف الكلام اللي بجالت تعالوا نشوف بقى كده هيبة مصر الحقيقية اتهام نيتفليكس بتغيير الهوية المصرية ومطالبتها ب2 مليار جنيه طاويت اقولك على حاجة والله انا شاكك عارف انت اللي هو كنت شاكك بس متأكد انا بقى مش شاكك انا متأكد فعلا متأكد ما عنديش معلومة بس متأكد ان القضية دي راحت على مكتب السيسي وان عبفتاح السيسي قال لهم هو احنا هنطلب تعويض قالوا له اه يا ريس عباس القضية دي ممكن نطلع فيها بمصلحة ايوة يا ريس محمود يا ابني اقول لي بس عشان ما توقعوناش بجد احنا ممكن نطلع بسبوبة حلوة يا ريس عيب يا بابا عيب ده احنا هنحاكم نتفليكس قدام القضاء المصري والقضاء الاداري النازيه طب نطلب تعويض كامل لا بقى ما احنا جايبين لك الورق عشان انت اللي تخط المبلغ عباسة كامل احنا مزنوئين في كامل مش عايزة تدفع ولا عارفين نبيع الاصول طب اقول لك ايه هم مش دول الخليج كان المفروض احنا متفقين مع صندوق الناد الدولي على 2 مليار نبيع بهم اصول قال له اه قال له احنا مش عارفين نبيع الاصول قال له ايوة الجماعة عارفيننا ومش بيشتروا اصول طب ما ناخد 2 مليار من نتفليكس ونعمل شوية ورق نضرب الورق ونقول ان ده بيع الاصول ايه رأيك وهندخل على يعني تدخل على صندوق الناد وهننزل بيان يقولوا انهم اتصلوا بينا وفرحانين ببيع الاصول تفتكر هيبلعوها رأيه سعيب عليك بقى ده الورق وراء خلاص حط 2 مليار قصة تخيولية لمشهد تخيولي ما بين عباس كامل ومحمول السيسي وعبد الفتاح السيسي الرقم ده ما يطلعش من محامي يا اخواننا الرقم ده ما يطلعش من حد بتاع قصار الرقم ده يطلع من شخص زي عبفتاح السيسي بالسيناريو اللي انا قلته لك ده رحلة داخل عقل السيسي فرقم الاثنين مليون هياخدوهم تعويب من نتفليكس عشان يعوضوا بهم الاصول اللي مش عارفين يبقوها يعني الله اعلم يعني بس ده قصة تخيولية زي ما قلت حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار مش عارف مين رئيس المحكمة مين يوم 4 يونيو 2023 اولى جلسات نظر الدعوة المقامة ضد منصة نتفليكس وصناع فيلم كيلو باترة لوقف بث الفيلم ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع 2 مليار دولار سامع صوت السيسي في الخلفية كتعويض للدولة المصرية بسبب ما تضمنه الفيلم من تزييف للتاريخ واعتداء على التراث الحضاري والثقافي المصري وتزوير الهوية المصرية وطلعوا كيلو باترة صمرة خبير الاثار الدكتور محمود حامد الحصري ادلى بدلوه هو الاخر هو مدرس للاثار واللغة المصرية في جامعة الوادي الجريد قال الغرض من وراء انتاج نتفليكس لفيلم وثائخي عن الملكة كيلو باترة دات الأصول اليونانية تصورها ببشرة سوداء اللون زنجية من خلال احد المنصات العالمية هو تشوير الحضارة المصرية القديمة تمام يا فخامت الدكتور احنا متشكرين جدا لحضرتك طيب مين المحامي؟ تعالوا نتعرف عليه زمان 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 في 2014 ايام ما كنت في مكملين كنا كل ما نطلع حلقة من حلقات التسريبات وكده أصحى تاني يوم ألاقي شخص اسمه سمير صبري رافع علي دعوة بإسقاط الجنسية بعدين طلق واحد اسمه طارق محمود لما روحت خناة الحوار بقى اسمه طارق محمود كنا كل برضو ما نعمل حلقة كده نلاقي طارق محمود ده قام خابط ايه قضية وبلاغ لنها بالعام وفي الآخر تحس ان انت اسمك موجود في 35 ألف قضية فموقع العربية الحقيقة أنا بشكره احفظوا الاسم ده لان الاسم ده دخل التاريخ الاسم ده سيكتب بمداد من ذهب في كتب التاريخ المصرية لأن هذا الرجل هو الحامي والمدافع الأول عن التراث المصري الرجل ده يجب لنا 2 مليارة جماعة وسيسي بيحبه أول وعضو اتحاد المحامين بألمانيا رافع دعوة قضائية لإلزام السلطات المصرية ممثلة في وزير الخارجية المصري باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة نيتفليكس وصناع فيلم كيلو باترة لوقف بث الفيلم ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدافع 2 مليار دولار كتعويض للدولة المحامي بيقول أن الفيلم تضمن تزييف للتاريخ واعتداء على التراث وإحنا أبدا عمرنا ما هنعمل يعني ما هنسيب الكلام ده بعدين بقى بص الجزء الجاي بقى الجزء الجاي فكرني بحاجة لطيفة قوي دع عبد سلام المهتمين بالتراث الحضاري المصري وعلى رأسهم بص بقى الحتة دي الدكتور زي حواس وكل الأثاريين بالحضور أمام المحكمة للإدلاء برأيهم العلمي حول ما أثاره الفيلم مطالبا بتدخل منظمة اليونسكو للتأكيد على حق مصر في التعويض للأضرار كان فيه ممثل جميل قوي 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 في التسعينات أنا كنت قيمها لسه في سنوي يعني آخر إعدادي كده وسنوي كان اسمه أحمد عبد العزيز الراجل ده كان بيمثل بشنبو يا جماعة الراجل ده كان بيمثل أنا متأكد المحامي ده هيطلع شابهه الراجل ده كان فعلا بيمثل بشنبو وكان ليه مسلسل عظيم جدا اسمه سوق العصر سوق العصر ده كان بيحكي عن ثورة اتنين وخمسين الزباط الأحرار وعن المغازية وعن منصور عتمان المغازي وكان الفنان الكبير محمود ياسين كان هو اللي بيمثل دور حلمي عسكر زابط الثورة الفاسد اللي هو راح يتجوز مش عارف مين وعام قصة كده قصة بعدين آخر حلقة في المسلسل طالع عمر عبد سلام أو أحمد اسمه ايه الممثل اللي قلتها حضراتكم عليه كان بيمثل بشنبو ده أحمد عبد العزيز طالع في القفص وفي محاكمة حلمي عسكر وهو منصور ده جوه القفص وبعدين قال للقاضي أنا طالب شهارة الرئيس جمال عبد الناصر وعب لطيف البغدادي وعب حكيم عامر وعام راسس راسس صلاح ناصر راسس كل الزباط الأحرار فطبعا يعني المشهد في اللقطة بتاعة المسلسل القاضي ضحك وحلمي عسكر ضحك ومحمود ياسين ضحك والمخرج ورا كان بيضحك وكان جنبه كمالة برية من كتر الفرهضة اللي أحمد عبد العزيز فرهضها له في المسلسل كان وقف يضحك انت عم بتعمل ايه فهو الرجل دي هنا عايز زهي حواص وعايز كل الأساريين والغير أساريين والعده من جنب كيلو بطرة واي حد مشترك في نتفليكس يجي يشهد فاحنا عايزين الناس كلها تيجي تشهد يا جمعة خلاص هنشهد على ايه على نتفليكس انهم موحشين لان احنا طبعا عنين في الاتنين مليار يعني فالحقيقة انه اللي انا عايز اقوله بس عشان اختم الفقرة دي ان انا مش عايز حضراتكو تخافوا على الاقتصاد ولا عايزكو تخافوا من صندوق الناد ولا عايزكو تخافوا من اي حاجة احنا عندنا الاستاذ عمرى عبدالسلام اللي هيشهد زي حواس وهيشهد كل الناس على نتفليكس وهناخد منهم الاتنين مليار والسيسي هيحطهم في الاصول وهيقول لصندوق الناد انا بيعتب اتنين مليار اصول وهات من هنا دخل هنا والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ويعني محدش شاف حاجة ومحدش يعرف حاجة لكن المهم ان احنا ندافع عن التراث بتاعنا